الشاب مختار هذا اللي كما قالك سي صالح قالك كان يقوم في السفاكس ولكن إذا حضرت الأموال الأولية يخدمش ما حضرتش ما ثمش خدمة رمع روحه في البحر التونسي زراعه مش بوهالي نحاول نعاج صوت التونسي اللي يرمي روح في البحر في المخاطر مش بوهالي مش يخلي الجنة وراها يبدو أنه ثم زراعة كبيرة زراعة الوهن ليس في شديد شوف خليني نقول حاجة يعني ولو أنه الموضوع حسس بالنسبة لي ليش نحكي على الغربة وبيش ننصح العبادة على الغربة لأنه أنا مغترب كنت يعني مخلق الغربة هي أنك تاخد قرار أنك تخرج من بلادك يما لك ترية لأسباب اقتصادية بيش تحصل من حياتك إيه خلاش في ظروف غير الظروف اليوم ما بش نقول لي كان يجاي كان يجاي حاليا أنا طوى منش في غربة أنا طوى في منفق لأنه مفروض علي أني أنا نخرج البرى منش نرجع لبلاد القوسة دي وكهو بينجي وطولة الناس دي شوف أنا أنا نحس بالجمرة ديك لأنه في عمر الناس ديك أنا خرجت عمري تقريبا 23 سنة من تونس في العمر المتاع السيدة دي حتيت سكدوا على داري وخرجت من تونس وقلتوا كين فلك سرى رزقي البر وهو ربك سبحانه حلا فيه فيما ناس لأ الغربة رزق وصعيب جدا رأى بش تركيه بصراحة رأى الواحد إذا حط في مخه بش يخرج رأى بتقريب سماعه على الأرض ما عاشت الفكرة هذي كده تنحاله وكان ما تصير مصيبة نعرفها الأحساس هذي كده تعديت به كتولي حتى الهواء ما عشاش نتجبده في البلاد المتاعي تخزر الدنيا كل مسكرة يسرتوك يتخزر مثلا لعبات اللي تنصح بيك بش تقعد في البلاد الكروش هالدزل قدام وتعبد في المليارات وانت تام ميت في الشر الشعب المليد هذي اللي عمره 22 سنة تقريبا في عمره هو قد كده خرش من تونس ما تنجي منش تقنع وتقول له يجي وقعد طال نسمع في كلمه وحود الحكومة يقنوا وقعد مش ناختمو بلادنا وحود الحكومة ناختم بلاد بش لقوم السباع ناختم على قيس سعيد ياخو 35 مليون في الشر ويعمل ميزانية بـ 200 مليار ويأكل بمليار و 141 مليون اللحوم حمراء مش حاسس أصلا بالشعب يعني تحدي تقول له بربي يقعد خلي السنة بش نزيد وقايس سعيد والوزراء متاعه والمحيط متاعه بش نزيد وقايس سعيد وكروش وميزان ناخد معليهم إلا المواطنة ده ماش تنعكش وقتيش ناجم يسمعك المواطنة ده وقت اللي تقول له شوف رأه فم باب آمل محلول في البلاد دي ويجي شوفه بعينك اليوم مصعيبة غضوة تتحل شوية بعد عامين تتحل أكثر بعد عشر أسنين خطلت شوف وقتلك في البرلمان ضربنا بالبونية وعروقاتنا الشرطلة ونصيحوا في البرلمان بش نعديه الصندوق الاستثماري القطري وقت عابير موسي وسامي عبد والمكي هاكي المكي ومجموعة دي كان يضربوا بالبونية بش ما يتعداش الي الصندوق الاستثماري ديك ما كانش ماشي شركات كبرى ليه كان ماشي للمستثمارين الصغار للشباب يعطيهم الكريديات الصغيرة الي بش يحل مشروع صغير الي بش يعمل مشروع فلاحي صغير ومليارات يعني بش تتصب نحنا نصيحوا ونعاركوا في البرلمان بش يتعدى وقلنا لو بجيبوا ما كنتم تقولوا الإمارات جيبوا الإمارات استثمر جيبوا بلدان أخرى تستثمر هاي فما دولة تحب تستثمر مع الشباب مع المواطنين قالونا ألف وعوضوا بالله عابير لبسة الكاسك وقتلك والله ما يتعدى سامي عبد وقتلك والله ما يتعدى حركة الشعب قالك والله ما يتعدى والحمد لله الحمد لله إنه تعدى بعد قيد الشعمال وبلوكاه ومحبش يصح حاليه ومحبش يعديه وقت اللي يعدينا القانون التشجيع الاستثمار والاقتصاد التضامني عديناه يعلم ربك فاش تعدى بعد قيد السعد وصن غاديك قالك ما نصحش عليه وهذا مش وقته وقت اللي كان وقبل البرلماء وقبل الانقلاب كان يشجع فيه وبعد قال لا خانون الثلاثين خانون الثلاثين خانون الثلاثين كذلك شوف الشباب رأوا إذا حدت فكرة الحرقة رام عاشقنا حالوا لك نفش نقول له حاجة بركة يا شاب يلي تقول بلادك اليوم ممسكرة وخان فركس البرد رأوا الظروف متاع اليوم رأك تخرج تموت رأوا معاش خمسين خمسين طلب على الحرقة بشتغلت للأوروب وتكون مستقبلك هده إذا أخلقت اليوم الشهادات اللي بثها بتفعل اليوم مواقع عالمية رسمية في تونس كما موقع كشف ومواقع أخرى يعني إذا عاد تعدي فيه شهادات حية إنه أجهزة الدولة وأجهزة دولة قيس سعيد متورطة في عملية اغتيال الشباب التونسي في البحر يعني إنت اليوم أجهزة الدولة متاع قيس سعيد اللي وشهادات حية وده مش كلاميان كلام شهادات موجودة في مواقع أعلامية رسمية قاعدين يقولوا إنه أجهزة الدولة قيس سعيد قاعدة تقتل في الشباب قصدًا وعملية قاعدة قاعدة مقصودة إذا فت حاجز الولاني بشتلقى الخافرات الإيطالية والأوروبية أيضا بشتقتلك راهوا لعبات معاش والليت يخليونك راهوا لقاعد يفلت وقاعد يخلت السلامات راهوا نسبة واحد في المياه راهوا بالعشرات من الجثث قاعدة يتبلغ عنها في سفاقس في رواد في بن زرد قاعدة تخرج وقلكم حاجة برد مش وقلكم وقعد وابني ومستقبل خير وراهوا لقاعدة راك تخرج تموت أجهزة الدولة بتاع البلاية متاعك رايبش تقتلك واجهزة الدولة متاع تلين رايبش تقتلك وإذا تخلط غديك راب بعد قيت سعيد بشي عاود يستقبلك وشاريك بالفلوس من عند التلاية انا شو نقول لك يا اخوات راهوا اليوم مايش من الحكمة انك تسافر نعرف الظرف البلاد يعلم رضي بيه والعبات غادسة اللي نعنفوش لا فم خدم واقتصاد منهار وبطالة لكن نقول لك حاجة بري اقعد في بلادك وعلى أقل بوك ومك يغزرون لك حي خير ما تروح لهم في صندوق إذا كنت محظوظ اليوم رايك تروح في صندوق لعيلتك راك إذا عندك مع حد لعبات الحوت يكلفاء في البحر أعملوا عقلكم أرزنوا شوية راهوا اليوم هكتسمع في شهائدات مواطقة انه جسد الدولة متاعي السعيد مواطة في القتل وانا نقول لي القادة دوكتر أعملوا عقولاتكم أرزنوا على الأقل شوية خليهوا الأحكاية دي تايفت عندنا أقل شوية عيشوا في اللي تنجم وتعيشوا وعديهوا المرحلة هادي لين يعمل الله الف دليل البلادة دي ونلقاهوا حل مع بعضهم وشو نقول لك أكا أقعد وابني توا معاهم وكذا أحرق زياد على أقل سي زياد على الأقل سأعطيك المجال سأعطيك المجال ربما الأهم صديق المجال المتواصله ربما على الأقل شاب التونسي ضروري أنه يتعلم صنعة وربما تتعره فرصة أنه يهاجر بصيفة نظامية أقل ريسك وإلا كان لم يقتل على هذا ربما كلفة النظام الاجتماعي رهي أقل بكثير بأنك تلقي بنفسك في البحار كمجال زياد وأجهزة الدولة تتلقفك وإذا كان معك ما رجعيك ما رجعيك في خلوق خصوص هذه الاتفاقية نعم شوف سيحوسين أنا معك تماماً لكن من حد نعرف العباد اللي توا صيات مخرج عليه وراسه داخل ويحب يخرج من البلاد ما تنجمش تقوله برا تعلم صنعة أنا حط لك تعديت بقى المرحلة ديها في سوري وقت اللي قررت بيش نخرج من تونس سايك تحط لي مليار قدامي صيحة بيش نخرج صيحة ركبت لي في راسي قلت بيش نخرج هذي كان يش قادش القادم كل الشعب المواطنة دي إذا تنجم تتتعلم صنعة هذي كان دا قتلك يجعل فيما الدول في الأوروبا أيضا قتلك مرحبة بيه إذا متعلم صنعة بني إليكتريسيتي منعرش طبق هذي كان دي بلون معه شوية فرنسية على أربعة كلمة بلونجلي تنجمت بيت متعشي وتسترزق خير من واحدة عنده ترامت شهاية جنعية روه في الغربة البناء واللي يخدم في الضو واللي يخدم في البلونجلي روه يصور عشرة مرات قتلة عنده ترامت شهاية جنعية روه يكذبوش عليه ولكن اليوم الوضع غير الوضع نحن نخاطب فيناه في شريحة أخرى من الشعب التونسي اللي خارج وما يقصد ربي عنه بحرق ايش نقول لك؟ نقول لك اليوم رأك عندك ثلاثة حواجز أجلسة الدولة متاعك بتاع اللي مات قد تقتل فيك إذا منعت من عندهم هما تلين بش تقتل إذا منعت من عندهم هما تلين بش تقتل إذا منعت من عندهم هما تلين بش بيعوك القيس سعيد وراو حبيك لبلادك إذن من الحكمة راهوا ثم مش معاش 90% تمنع بالنسبة 99% راك ميت وراك ماك بش يراوحوا بيك حتى في صندوق لعايتك راوك كونفورك يا الكو جستك راوك الحوت بش ياكل أعملوا عقلكم أعملوا عقلكم ما تحركوش أقعدوا شوية راهنا عم كما نقولوا في لحمتنا في لحم العربي وكذا التنصية طلعة برشا والأعصاب موترة برشا داخل البحر أرزنوا أرزنوا وخموا في عائلاتكم أغزوا البوك وامك والشوية متاحهم قتلك راوك بش تراوح في صندوق راهوا كونفورك راهوا هذا كونفورك اليوم اللي راوح في صندوق لعايته يتسمى طرف لو شفته الشوية والكفدة اللي تشويت متاع الأمهات في جرجيس والاد العباد يقولوا خرجونا أولادنا حتى ندفنوهم أغصوا للتصويرها هذيكة وخرج الكذاب قيس سعيد قال وستأتي الحقاق مدوي هل أسمعهم الحقاق اليوم أنا خطابي للشعب وللشبابة داي شو قل لك أقعد ورأى مستقبل خير وباش تبني وباش تعمل كله كذب والكله فشوش المرحلة حاليا اليوم اللي راوح بكاب أفريقيا سيئ للدار يتسمى أبوه باي اللي يجيب يعني كيلو سميت للدار راو بوه باي اليوم يتجيب ثلاثة باقيات اللي لعايلتك راك عملت إنجاز وولادك يقولوا لك يا بابا يبوزوك من شبينك اللي عملت هذا إذا لمشوا نقول لك والله يوقعدوا كده نعم نقول جملة فقط أقعدوا أغزروا لما كوبوك والشوية متاحهم كيسمعوا بك يعني راوحوا بك أنا أقول لك إذا راوحوا بك في صندوق راووا كنفورت لا قد الله نعم نعم مش مش ترحمك تلين مش مش يرحموك وبعد إذا منعت من هدم الكل مش يعاود يجبعوك القيس السعيد وتعاود تجد وربيلوت مش تعاود تخرج مش عاود يضربوك بالكب للأسف نعم وكده أعملوا عقد أعملوا دكتور مراد شكرا شكرا